Good morning, my dear student. Today we are going to do some exercises and drills on the present perfect tense. رح نحل اليوم بهذا الفيديو بعض التمارين على قاعدة المضارع التام. بس قبل ما نحل, let's talk about present perfect. What is the rule or structure of present perfect? ما هي قاعدة present perfect? Yes, very good. نستخدم have أو has متبوعة بفعل التصريف الثالث. Let's begin with our student book page 6, exercise B. Read, then change to a statement, question or negative. ننقرأ الجمل ونحول كما هو مطلوب بين أقواص. إذا في نقطة، معناته بد مني أحولها إلى statement جملة عادية. إذا عندك question mark، مطلوب مني أحولها إلى question سؤال. إذا عندي إشارة ال-X، مطلوب مني أحولها إلى negative نفي. Let's see the first example. Hasn't Dora gone to the store? This is a question. شو مطلوب مني أرجعه إلى جملة عادية؟ بالجملة العادية شو لازم نبدأ؟ بالsubject الفاعل. Hasn't gone. Hasn't متبوعة بverb تصريف الثالث. أكمل باقي جملة to the store زي ما هي مذكورة بالأعلى. طيب نشوف example two. You have heard that concert before. مطلوب مني هي جملة عادية. أحولها إلى سؤال. بالسؤال شو اتفقنا؟ بننقل have إلى أول جملة. انتهى السؤال. Have. وما تبقى بجملة بنزل كما هو بنفس الترتيب. Have you heard that concert before؟ طبعا حولناها إلى سؤال. إذن أضع إشارة أو علامة السؤال. طيب. Haven't they finished the job? This is a question. شو مطلوب مني أرجعه إلى جملة عادية؟ طب بالجملة العادية؟ شو أن لازم أرجع have إلى مكانها الأصلي؟ إذن لازم أبدأ بالفاعل they. They. بعدين haven't. تصريف الثالث. The job. First stop. Alan has been to Italy. This is a question. بدو مني أنفيها. Negate it. So, بس بننفيه has. إذن Alan Hasn't Been To Italy. Full stop. Okay. It is so easy. Now, let's move to our workbook. رح نبدأ بكتابة الأكتيفتي. Page 4. Exercise B. Exercise B. مطلوب منك تكتب التصريف الثالث للأفعال المعطالة عندك. طبعا أنا كتبتهم. هلأ أنت لازم تكتبهم بناء على حفظك. أنت لازم تكون حفظتهم غيبا. تكتبهم غيبا. Okay. طب. نرجع لجدول اللي فوق. مطلوب مننا نعبي الجدول كما هو مطلوب. نختار من الأفعال الموجودة بالأسفل. Verbs ending in U plus a consonant. لازم نختار الأفعال اللي فيها حرف U متبوع بحرف ساكن. الأفعال اللي فيها U متبوع بحرف ساكن. مثلا عنا drunk. U متبوع بحرف N حرف ساكن. طبعا الحرف الساكن يعني مش حرف علة. الحرف الساكن جميع الحروف الإنجليزية بنسميها كونسونت. ما عدا أحرف العلة شو نسميهم فاولز. عندنا الفعل السوم ينتهي ب-um. رنج U-n. كونسونت. Okay. العمود الثاني. N or EN added at the end. لنختار الفعل اللي أضفنا له بالأخير N أو EN. مثل الفعل broken, chosen, spoken, seen, eaten, frozen. كلهم فيهم EN أو حرف ال-N لوحده. المجموعة الثالثة. same as the past form. يعني التصريفين بشبهوا بعض. التصريف الأول والتصريف الثالث بشبهوا بعض. الفعل run, set, put, coast, cut, shut. المجموعة الأخيرة. ending in G-H-T. لنختار الأحرف أو سوري. الأفعال اللي بتنتهي بحرف G-H-T. طبعا الفعل put, brought, and caught. سهل التمرين جداً. طبعا. exercise C, change the sentences from the simple past to the present perfect tense. لدي أحول الجمل من الفعل الماضي البسيط إلى present perfect. إلى present perfect. طبعا. number one, Brittany's mom drove her to school. where is the verb in this sentence? where is the verb? very good. drove is the verb. it is verb two. now, we should change it to present perfect. لازم أحول هذا الفعل إلى present perfect. طبعا شو لازم أعمل? Brittany's mom singular. إذا لازم أستخدم هاز. وحول drove إلى verb three. driven. زي ما حفظنا. أوكي. أوكي. to the mail carrier delivered the mail. where is the verb? it is delivered. أوكي. هذا verb two. نحوله إلى verb three. the mail carrier singular. حامل البريد. has delivered. ملاحظة يا سادس. الفعل بالتصريف الثاني إذا انتهى بحرف ال-ed معناته التصريف الثالث نفسه. ed. مرة تانية. الفعل التصريف الثاني إذا انتهى ب-ed معناته الفعل التصريف الثالث هو الverb three. كمان نفسه ينتهي ب-ed. number three, the teacher tested the student. the verb is tested. teacher singular. so has. حكينا إذا انتهى بحرف ال-ed معناته التصريف الثالث نفسه. ed. the neighbor taught iren. the neighbor, الجار, singular, taught, verb. نحفظنا. has taught. has taught. has taught. visited have my, so I have visited my, grand, my. ترتيب الجملة يبدأ ب-subject. subject. okay. بعديها have أو has. بعديها verb three. بعديها ايش? ال-object. هات ترتيب الجملة. هات ترتيب الجملة. طيب. number two. إذا نرتبها subject. we have gone to the mall. هلا بدين منك شغلة حاول جملة ثلاثة أربع خمسة حلهم. يعني واقف الفيديو شوي وحلهم لحالك. طبعا أنا رح حللك إياهم. بس أنت حاول أنك توقف الفيديو شوي وتحل حالك. طب. they haven't written their bicycles. for Susan has eaten her lunch and the last one been has taken his books. تذكر ترتيب الجملة الأساسي اللي حكينا عنه تبدأ ب-subject يتبحى have أو has يتبحى تصريف الثالث بعدين ال-object او ما تبقى من الجملة. اوكي. طيب. رح يكون فيه معك homework exercise g at page 8 exercise g في صفحة 8 في كتابك ال-workbook لازم تملأ الفراغ باستخدام present perfect. ماذا يعني present perfect يعني لازم استخدم have أو has بعدين الفعل بين أقواس أحده للتصريف الثالث. هذا هو الواجب اللي حيكون معك. أنا رح أنزلك تاني يوم الإجابة الصحيحة على group WhatsApp فأنت بتصحح إجاباتك. حسنا؟ شكرا لك على المشاهدة للمشاهدة. أعطيكم على المشاهدة. أعطيكم على المشاهدة. لا أعطيكم على المشاهدة! شكرا